السلام عليكم. في الفيديو الصغير ده هعرفكم ازاي تيس ونظركوا في الفيديو من غير حتى ما تطبعوا الورقة. كنت عملت فيديو مبارح وفيديوهات تانية. ان فيه فيه ورقة بنطبعه بنعمل عليه اختبار النظر. دلوقتي هعمل لكم فيديو بسيط فقط من خلال الموبايل وفي خلال سواني بسيطة. يلا معايا. الاختبار الاول هو اختبار المسافات. هخب عيني الشمال وهبص بعيني اليمين. همد الموبايل على اقصى اه امتداد الايدي. وبعد كده هخب بعيني اليمين وبص بعيني الشمال. هو ده الاختبار. كبر الشاشة. وعلي وخد وقتك. وهكتب لك في التعليقات كل سطر بيرموز لقوة بصر قد ايه? ده طبعا اختبار بدائي. لو لقينا نفسنا نظرنا ضعيفة او مش شايفين كويس هنروح نكشف عند الدكتور على طول. الكشف التاني هو كشف القراءة. المفروض تعرف تقرأ الحروف وحتى لو مش بتعرف انجليزي كويس تبقى شايف الحروف كويس. من الكبير لحد الصغير. البس نظارة القراءة بتاعتك وحاول تقرأ. لو مش عارف تقرأ الحروف كويس يبقى ممكن تكون محتاج تغير مقاس نظارة القراءة بتاعتك. الكشف التالت ده خاص بالاستجماتي. المفروض ابص في الخطوط كويس. المفروض اشوفهم كلهم بنفس الوضوح. لو واحد فيهم واضح وواحد مش واضح. واحد غامق واحد مش غامق. يبقى ممكن يكون عندي استجماتيزم. هكشف عند الدكتور عشان اطمم. كده خلصنا تلاتة اختبارات تلاتة سهلين. مش معنى كده ان انا مش هكشف عند الدكتور بس ده هيقول لي حالة عيني اكبرها ايه. شفت كل حاجة كويس في البعيد. شفت حاجات كل حاجة قريت كل حاجة كويس في القريب. شفت المراحة بتاعت الاستجماتيزم ومعنديش حاجة. يبقى بنسبة كبيرة انا اتطمنت علي. بس هو ده كان الفيديو هتمنى يعجبكم. كان معك دكتور محمد جودة بكلنا في طب وجراحة العون وموضوع تانية كتير. باستره.